شكرا عبدالله رأيك ايه في المشهد الآن وفي الدور المصري توقعتك ايه في الـ 48 ساعة اللي جايين بص هو الدور المصري من اول لحظة احنا قلنا وكلنا اتفقنا على ان مصر هي انا باعتبرها هي صاحبة القضية ويمكن الحروب اللي احنا خدناها كلها هو بسبب القضية الفلسطينية والسيادة الرئيس اكد على ده في اكتر من مناسبة الموقف المصري هو موقف قوي للغاية وشفنا الرسائل المتبادلة بين سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وامير قطر شكرا متبادل ان فعلا الدولتين بيقوموا بجهود كبيرة جدا سواء في العلن او في السر وطبيعة الاجهزة زي ما قال للدكتور صبحي هي طبيعة الاجهزة مش بتاعة النور ما بتشتغلش في النور لان اجهزة المخابرات بتقوم بادوار كبيرة جدا جدا وعندنا سيادة الوزير عباس كامل بيقوم بجهد كبير جدا وشفنا الجهود دي ومزالة الجهود دي حتى اللحظة اللي احنا بتتكلم فيها شغالة على قدم الوساق توقعاتي انا الشخصية اسرائيل مضغوط عليها دولي لان انكشفت ويمكن اعصام بيه اكد على هذا الكلام انكشفت خلاص والدليل على كده انا الاول مرة اسمع الولايات المتحدة الامريكية بتقولك ايه انا هبعد طيارات اغاسة على العريش عشان تبتدي اعانة ليه قطع غز يعني باختصار شديد جدا نشوفنا تصريحات رئيس الوزراء الاسباني وهجوم الكهال المحتلة على التصريحات دي يعني باختصار شديد جدا بدأ ينكشف للعالم الشباب والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها بدأت ان هي تكشف الحقوق على الرغم من ان في حصار كبير جدا من الميديا العالمية ومن الفيسبوك ومن تويتر ومن كل الوسائل ده مقفل صفحيتي انا بقول لحضرتك بقى قالوا ماسك نفسه اضغط عليه لدرجة راح ازار اسرائيل لكنه لن يستطيع زيارة غزة يعني باختصار شديد جدا هم بيضغطوا بس رغم كل هذه الدغوط الشديدة الى اني انا بعتبر ان شبابنا وكل الدول العربية نكحت ان هي تمرر العديد والعديد من الجرائم شافها العالم ابتدت الشعوب تضغط عشان كده انا توقعاتي ان الكيان المحتلة لما ابتدت تطلع يطلع المحتجزين وابتدوا ان هم يتكلموا وابتدى يحصل ضغط داخل المجتمع الاسرائيلي انا اعتقد ان يعني الكيان المحتلة هيقبل باللي بيحصل حاليا ويحصل تمديد وراء الاخر الى ان نصل الى مرحلة من الهدوء ان شاء الله